صلى عليك الله يا علم الهدى الغاية والهدف من هذا البرنامج هو التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قرن بين محبته وبين محبة رسول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبتك لنفسك دليل المحبة هي في طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كل خير في الدنيا وفي الآخرة لن يأتيك إلا عن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام فكلما أعرفنا النبي عليه الصلاة والسلام واستغرقنا في معرفته كلما أحببنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأن